أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس المزراء أكد على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والوليات المتحدة الأمريكية والتعاون المتقدم بين البلدين الصديقين وأشار سموه لدى لقائه بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع الجنرال المتقاعد ديفيد باتريوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بمن سبت مشاركته في منتدى حوار المنامة إلى أهمية الملتقيات التي تبحث الأمن الأقليمي والدولي باعتبارها مظلة تتوحد عليها الأفكار والرؤى منوها سموه بمشاركة الجنرال باتريوس في منتدى حوار المنامة ودور هذا المنتدى المؤثر في تناول الأمن الأقليمي والعالمي